مع أولى الهطولات المطرية تضررت عشرات المخيمات في الشمال السوري وتهدمت جدران بعض الوحدات السكنية في مخيم شهداء ترملا في منطقة قاح كما مزقت الرياح أغطية خيام أخرى خيام تعاقبت عليها فصول السنة فأصابها التلف ولم تعد صالحة للسكن نزحنا نحن من الريف إدلي بالجنوبة باتجاه قرية صلوي بالشمال السوري جينا لهون بنونا الكتل هاي 193 كتلي واحدة سكني الليلة القبل المضات صارت أمطار بسبب هاي الأمطار وسبب سوء البناء نهدمت 18 كتلي وفيه أكثر من 50 كتلي مهدد بالهدم فريق منسق الاستجابة في سوريا وثقى تضرر 38 مخيما في ريف إدلب الشمالي بسبب الأمطار وطالب الفريق المنظمات الإنسانية بتقديم عوازل مطرية وأرضية لدرء تساقط الأمطار ودخلها إلى داخل الخيام وطالب بحفر خنادق في محيط المخيمات المنكوتين نكت كل سنة نقول كل سنة نحسن عن سنة أنها أضرب من المضت علينا والمطار والمي وفي داعي حالتنا الله يساعدنا والله لو البعالم تبكي علينا تبكي علينا من زمان مهجرين بهالوادي الأرض بالأجار كلها على الدولار يا الله يساعدنا مناطق جبلية ضيقة جدا شمال غرب سوريا تتوزع فيها مئات المخيمات بعضها في مناطق مرتفعة جدا ما يجعلها عرضة للرياح الشديدة وبعضها الآخر في مناطق منخفضة وفي مناطق جريان السيول وهو أيضا سبب إضافي لغرق تلك المخيمات شتاء جديد يحل على النازحين في مخيمات الشمال السوري تزداد فيه معاناتهم وتتجدد فيه مطالبهم للمنظمات الإنسانية والمعنيين من أجل الوقوف معهم والتخفيف عنهم عبد الرزاق صبيح حلب اليوم من مخيمات الشمال السوري